حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصة قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ببنلي لم يطعم فبال عليه فدع بماء فرشه عليه حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصة أختي عكا شتابن محصة قالت دخلت ببنلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال فدع بماء فرشه ودخلت ببنلي قد أعلقت عنه وقال مرة عليه من العذرة فقال على ما تدغرنا أولاد كنا بهذا العلاق عليكم بهذا القصة وقال مرة سفيان العود الهندي فإن به سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب حثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ثابت أبو المقدام قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيد قال حكيه بضلع واغسليه بالماء والندي وسدر حثنا حجاج وهاشم قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصة عن أم قيس أنها قالت أفيا ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محصة إن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبصما ثم قال ما قالت طال عمرها قال فلا أعلم امرأة عمرت حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أم قيس بنت محصة الأسادية أختي عكاشة قالت جئت ببنلي قد أعلقت عنه أخاف أن يكون به العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرنا أولاد كنا بهذه العلائق عليكنا بهذا العود الهندي قال يعني الكستة فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه فدع بماء فناضحه ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام قال الزهري فمضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجرية قال الزهري فيستسعط للعذرة ويلد لذات الجنب حثنا وكيع عن إسرائيل وعن ثابت أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حكيه ولو بالضلاع حثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت عن عدي بن دينار مولى أم قيس عن أم قيس بنت محصة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال أغسليه بماء وسدر وحكيه بالضلاع حثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة أن أم قيس بنت محصة أحد بني أسدي بن خزيمة وكانت من المهاجرات الأول اللائبة ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فذكر الحديث وقال على ما تدغرنا أولادكن قال حدثنا محمد بن جعفر وقال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عطبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصة أنها جاءت ببن لها وقد أحلقت عليه من العذرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تدغرنا أولادكن بهذه العلق عليكن بهذا العود الهندي الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب ثم أخذ الصبي فبال عليه فدع بماء فناضحه قال ابن شيهاب مضت السنة بذلك ترجمة نانسي قنقر